اشتركوا في القناة واشهدوا ان محمد عبده ورسوله اما بعد كنا نبهنا في المرة السابقة على ان الاخوات التي لديهن اسئلة متعلقة بالصيام ان تجمع بحيث نجيب عليها اليوم ان شاء الله تعالى وحيث انه لم يصلنا شيء يعني فنأخذ ما يتعلق بفقه الاعتكاف يقول المصنف رحمه الله الاعتكاف لزوم الشيء وحبس النفس عليه خيرا كان ام شرا قال الله تعالى ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون اي مقيمون متعبدون لها والمقصود بالاعتكاف الشرعي لزوم المسجد والاقامة فيه بنية التقرب الى الله عز وجل اذا لازم الانسان المسجد بنية التقرب الى الله سبحانه وتعالى فهذا يسمى معتكفا ولو كان هذا اللبث في المسجد يعني ساعة فهذا يكون معتكفا لكن الاعتكاف الذي نتحدث عنه هو الاعتكاف الذي اعتكفه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو انه اعتكف العشر الاواخر من رمضان وذلك انه كان يلتمس فيها ليلة القدر لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان اذا دخل العشر الاواخر من رمضان شد المئذر واحيا الليلة وايقض اهله فكان يجتهد فيها في العبادة ومن هذا الباب انه كان ينقطع عن الناس ويقوم بتعبد في المسجد بحيث يضرب له خباء في المسجد ويعتكف فيه ويقيم العبادات في هذا الخباء وهذه يعني هذه هي السنة في الاعتكاف فالسنة في الاعتكاف هو اعتكاف العشر الاواخر من رمضان اما ما دون ذلك الانسان يعتكف في الليل يعتكف في النهار يعتكف في ساعة وغير ذلك فهذا لبث في المسجد بنية التعبد لله سبحانه تعالى فيه معنى الاعتكاف ويأخذ على ذلك اجرا لان الانسان اذا كان في المسجد ينتظر الصلاة فان الملائكة تدعو له وتستغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث العبد في صلاة من انتظر الصلاة يعني تحسب له صلاة طول مدة اقامته في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها فاذا دخل في وقت صلاة ثم مكث في المسجد ينتظر الصلاة التي بعدها فهو في صلاة كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما نتحدث عنه هو اعتكاف العشر الأواخر من رمضان وقد أجمع العلماء على أنه مشروع فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر فأخبر أنها في العشر الأواخر فأكمل الاعتكاف فاعتكف عشرين يوما صلى الله عليه وسلم وقد اعتكف أصحابه وأزواجه معه وبعده يعني النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه أزواجه واعتكفوا بعده أيضا واعتكف الصحابة رضي الله عنه معه واعتكفوا بعده صلى الله عليه وسلم وهو وإن كان قربه إلا أنه لم يرد في فضله حديث صحيح قال أبو داود قلت لأحمد رحمه الله تعرف في فضل الاعتكاف شيئا قال لا إلا شيئا ضعيفا يعني لم يرد في كم الثواب المترتب على عبادة الاعتكاف لم يرد فيه شيء لكن ورود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان هذا يدل على أن للعبادة فضلا لكن نحن لا نعرف كم هذا الفضل وليس أنه ليس له فضل أن الاعتكاف ليس له فضل الاعتكاف له فضل بمجرد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ولكن كم الفضل هذا عشر حسنات مئة ألف مئة ألف مليون حسنا لا نعرف لكن الذي ورد فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأواخر من رمضان والله سبحانه وتعالى يقول قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر فنحن نقتدي به صلى الله عليه وآله وسلم والاعتكاف ينقسم إلى مسنون وإلى واجب فالمسنون ما تطوع به المسلم تقربا إلى الله وطلبا لثوابه واقتداء بالرسول صلوات الله وسلامه عليه ويتأكد ذلك في العشر الأواخر من رمضان لما تقدم والاعتكاف الواجب ما أوجبه المرء على نفسه إما بالنذر المعلق مثل أن يقول لله علي أن أعتكف كذا أو إن شف الله مريضي لأعتكفن كذا وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه وفيه أن عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام قال أوفي بنذرك فالاعتكاف ليس بواجب الاعتكاف ليس بواجب إنما هو مستحب وإنما هو واجب بما أوجبه الإنسان على نفسه فالإنسان يوجب على نفسه هذا بالنذر والنذر لا يغير في قدر الله شيئا وإنما يستخرج به من البخيل فالنذر نوع من البخل أن يقول لإن شف الله مريضي لأفعلن كذا المفترض أن يتقدم الإنسان بالطاعة أولا ثم يسأل الله سبحانه وتعالى ما يحب وما يريد لا أن يعلق الطاعة على لإن أعطين أعطاني الله كذا لأفعلن كذا فإن هذا نوع من الشح والبخل وهذا النذر لا يغير من القدر شيئا لإن كان الله قضى عنده أن يبرأ ابنه سيبرأ ولكن يستخرج به من البخيل يعني يرتب الله سبحانه وتعالى ذلك حتى يخرج هذا البخيل هذه العبادة أو هذا النذر إذا كان ماليا أو كان بالذبح أو غير ذلك زمان الاعتكاف الاعتكاف الواجب يؤدى حسب ما نذره وسماه الناذر فإن نذر الاعتكاف يوما أو أكثر وجب الوفاء بما نذره يعني إذا نوى أن يعتكف يوما أو أكثر فيوفي بنذره وإذا نذر أن يعتكف في مسجد كذا فيجزئ أن يعتكف في أي مسجد لأن المساجد كلها سواء أما إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فينبغي أن يعتكف في المسجد الحرام لأن هناك ثلاثة مساجد النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة والصلاة في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة وصلاة في مسجد هذا بألف صلاة ثم المساجد بعد ذلك سواء فحيثما أدركتك الصلاة فصل فالمساجد كلها سواء ما عدى المسجد الحرام ثم المسجد النبوي والمسجد الأقصى فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى يجزئ أن يعتكف في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي وإذا نذر أن يعتكف في المسجد النبوي يجزئ أن يعتكف في المسجد الحرام لكن إذا نذر أن يعتكف في المسجد الحرام لا يجزئ إلا أن يعتكف في المسجد الحرام والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد فهو يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر ويثاب ما بقي في المسجد فإذا خرج منه ثم عاد إليه جدد النية انقصد الاعتكاف هذا في من يعتكف الساعة والساعتين والنصف يوم والليلة واليوم ده إذا خرج يجدد النية للاعتكاف لكن المعتكف الذي يعتكف العشر الأواخر إذا خرج لقضاء حاجته يعني من التخلي في الخلاء خرج إلى دورة المياه أو خرج ليغتسل أو خرج يودع أهله جاءته زوجته تزوره في المعتكف فخرج يودعها إلى البيت ثم يرجع أو لا يجد من يشتري له حاجاته من الطعام والشراب وغير ذلك فخرج فاشتراه ثم رجع فلا يلزم أن يجدد النية موجودة وهو معتكف وأنه يجوز له فعل هذا يعني يجوز له أن يخرج إلى خلائه ويجوز له أن يخرج إلى مغتسله ويجوز له أن يخرج ليقلب أهله ويجوز له أن يشتري حاجاته إذا لم يجد من يشتريها له فهو في الاعتكاف حتى وهو خرج هو ما زال في الاعتكاف لكن الذي يعتكف ساعة إذا خرج ثم دخل المسجد ينوي الاعتكاف مرة أخرى مدة اللبث في المسجد التي سيكون فيها وكذلك من يعتكف الليلة ومن يعتكف اليوم فعليه إذا خرج ورجع إلى المسجد أن يجدد النية مرة ثانية فعن يعلى بن أمية قال إني لأمكث في المسجد ساعة ما أمكث إلا لأعتكف وقال هو اعتكاف ما مكث فيه وإن جلس في المسجد احتساب الخير فهو معتكف وإلا فلا يعني لا بد يكون في نية الاعتكاف وتحصيل الخير وإلا لا يكون هذا اعتكافا وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب بمتى شاء قبل قضاء المدة التي نواها لأنه مثل الصائم الصائم المتطوع أمير نفسه يعني إذا شاء أكمل اليوم وإذا شاء أفطر أثناء النهار فكذلك العبادة التطوع إن شاء أكملها وإن شاء خطعها إلا الحج والعمرة إلا الحج والعمرة فإذا بدأها تطوعا أو غير تطوع فلا يجوز له أن يقطعها لقول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله فإذا شرع في العمر ونوى ودخل في النسك فلا يجوز له أن يقطع حتى يكملها وللمعتكف أن يقطع اعتكافه المستحب بمتى شاء قبل قضاء المدة التي نواها فعن عائشة أن النبي صلى الله عليه آل وسلم كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه يبدأ الاعتكاف من الفجر ويدخل قبل الفجر لأن هذا الفجر هو بداية اليوم الفجر هو بداية اليوم فيدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب يخرج بعد الغروب بعد غروب شمس اليوم الأخير من رمضان يخرج بعد غروب الشمس يدخل ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان ليلة الحادي والعشرين من شهر رمضان يدخل في هذا اليوم قبل الفجر ويظل فيه إلى أن يخرج إلى أن يخرج منه بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وهذا الحديث محمول على أنه يدخل إلى خبائه بعد الفجر لكن هو لابد أن يدخل قبل الغروب الشمس يدخل قبل غروب الشمس ليلة الحادي والعشرين عشان يبدأ بالليلة لأن الإسلام يحتسب الليلة قبل اليوم الإسلام يحتسب الليلة قبل اليوم يعني نحن نقول في هذه ليلة كذا يعني ليلة اليوم الذي بعدها فلابد أن يدخل قبل غروب الشمس يدخل قبل غروب شمس قبل غروب شمس يوم يوم عشرين رمضان يوم عشرين رمضان قبل غروب الشمس وتبقى دي ليلة واحد وعشرين تبقى دي ليلة الحادي والعشرين لكن الحديث هنا أنه يدخل معتكفه بعد الفجر هذا محمول على دخوله الخباء لأنه يأتي في الليلة يقيم الليل في المسجد طول الليل وبعدين يصلي بالناس الفجر وبعدين يدخل إلى خبائه هذا محمول على ذلك لكن هو يدخل قبل غروب شمس يوم عشرين من رمضان كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه وأنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فأمر ببنائه فضرب يعني بالخباء قالت عائشة فلما رأيت ذلك أمرت ببنائي فضرب وأمر غير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ببنائه فضرب فلما صلى الفجر نظر إلى الأبنية فقال ما هذه يعني الخباءات قال برة رد قالت فأمر ببنائه فقوض وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني من شوال وهذا فيه أن من عمل عملا من النوافل يستحب له أن يداوم عليها فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان في هذه السنة قضاهن في العشر الأول من شوال قضاهن في العشر الأول من شوال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه بتقويض أبنيتهن وترك الاعتكاف بعد نيته منهن دليل على قطعه بعد الشروع فيه وفي الحديث أن للرجل أن يمنع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه وإليه ذهب عامة العلماء واختلفوا فيما لو أذن لها هل له منعها بعد ذلك فعند الشافعي وأحمد وداود له منعها وإخراجها من اعتكاف التطوع الرجل له أن يمنع زوجته من الاعتكاف وله كذلك إذا أذن لها بالاعتكاف أن يأمرها بقطع الاعتكاف لأن هذه من السنن فيكون بداية الاعتكاف أن يدخل قبل غروب شمس يوم عشرين من رمضان وتكون هذه ليلة الواحد والعشرين من شهر الرمضان وهي أول ليلة من الليالي العشر الأواخر من رمضان ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان شروط الاعتكاف يشترط في المعتكف أن يكون مسلما مميزا طاهرا من الجنابة والحيد والنفاس فلا يصح من كافر أي عبادة لا تصح من كافر لقول الله تعالى لأن أشركت لا أحبط نعملك ولا صبي غير مميز لأنه لا تعقل منه نية وليس له عقل كامل ناضج يعني يدري عواقب الأمور ويدري بماذا يقصد بهذه العبادة ولا صبي غير مميز والصبي غير مميز اللي هو دون السابعة الصبي غير مميز دون السابعة لأن نبي السلام قال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعش فيكون سن التمييز هو سن السابعة ولا جنوب لقول الله تعالى ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل أن الإنسان لا يجوز له المكث في المسجد حال الجنابة ويلحق بذلك الحيد والنفاس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناولين الخمرة وهي قطعة من الحصير يسجد عليها أصل كلمة الخمرة يعني الغطاء الذي يوضع على الأرض يسجد عليه ومنه الخمار الذي تضع المرأة تغطي رأسها فكل ما غطى فهو يأتي من كلمة خمر وسمية الخمر خمرا لأنها تغطي العقل وقال النبي السلام وخمر إناءك واذكر اسم الله وهذا دليل على أن هذه الكلمة تعني التغطية هذه الكلمة تعني التغطية فقال ناولين الخمرة فقالت إني حائض فقال إن حيضتك ليست في يدك إن حيضتك ليست في يد فهي عائشة قالت إنها حائض يعني لا تدخل المسجد وهذا صحيح وهذا صحيح لكن هي ستتناولها بيدها من المسجد فليس فيه مكثف المسجد وليس فيه تلوث للمسجد لأن لا يؤمن من الحائض والنفساء أن يكون هناك دم يسيل فيلوث المسجد وغير ذلك لكن مجرد العبور في المسجد فهذا ذكره الله سبحانه وَلَا جُنُوبًا إِلَّا عَبِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا إذن الجنوب والحائض والنفساء لا يجوز لهم اللوث في المسجد لا يجوز لهم اللوث في المسجد فلابد أن يكون أيضاً عاقل يعني هو قال لا يصح من كافر ولا صبي غير مميز ولا يصح من المجنون أيضاً لأن العقل مناطي التكليف محل التكليف فإذا ذهب العقل سقط التكليف كما قال النبي صلى الله عليه رفع القلم عن ثلاث منها المجنون حتى يفيق والجنوب والحائض والنفساء قلنا لا يجوز لهم اللوث في المسجد المكس في المسجد وعلى هذا فلابد أن يكون طاهر من الحدث الأكبر المعتكف لابد أن يكون طاهر من الحدث الأكبر أركانه أركان الاعتكاف وطبعا الشرط والركن إذا فقدت العبادة شرطا أو ركنا فإن العبادة لا تصح لكن الفرق بين الشرط والركن أن الشرط لا يصح العمل إلا به وليس جزءا من العمل والركن لا يصح العمل إلا به ولكنه جزء من العمل مثلا نقول الوضوء شرط لصحة الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بوضوء لكن الوضوء ليس جزء من الصلاة ونقول الركوع ركن من أركان الصلاة فلا تصح الصلاة إلا بالركوع والركوع جزء من الصلاة هذا هو الفرق بين الشرط وبين الركن لكن كلاهما المؤد واحد وهو أنه إذا فات شرط فات شرط أو ركن في العبادة فإنها لا تصح أركان يعني أركان الاعتكاف حقيقة الاعتكاف المكث في المسجد بنية التقرب إلى الله فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف يبقى هو ليه ركنين الركن الأول نية الاعتكاف نفسها وهي نية اللبث في المسجد بقصد طاعة الله سبحانه وتعالى مش أنه مكث في المسجد ينتظر واحد أو مصلحة أو شيء من هذا لا ده نكث لبث في المسجد بنية التعبد والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى الأمر الثاني المكث المكث في المسجد يعني فيه نية المكث بقصد التعبد والمكث نفسه في المسجد فلو لم يقع المكث في المسجد أو لم تحدث نية الطاعة لا ينعقد الاعتكاف أما وجوب النية فالنية شرط في جميع العبادات لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى والنية نيتين يعني النية نيتين النية الأولى هي الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء والنية الثانية النية المميزة للعمل التي تفرق بين العادة والعبادة وتفرق بين الفرض والنافلة وأما أن المسجد لا بد منه أي لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد يعني انفعش واحد يعتكف في بيته لا بد أن يكون الاعتكاف في المسجد فلقول الله تعالى وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ في المساجد ووجه الاستدلال أنه لو صح الاعتكاف في غير المسجد لم يخص تحريم المباشرة بالاعتكاف في المسجد لأنها منافية للاعتكاف فعلم أن المعنى بيان أن الاعتكاف إنما يكون في المسجد رأي الفقهاء في المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف اختلف الفقهاء في المسجد الذي يصح الاعتكاف فيه فذهب أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور إلى أنه يصح في كل مسجد صلى فيه الصلاوات الخمس وتقام فيه الجماعة لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل مسجد له مؤذن وإمام فالاعتكاف فيه يصلح رواه الدار قطني وهذا حديث ضعيف وذهب مالك والشافعي وداود إلى أنه يصح في كل مسجد لأنه لم يصح في تخصيص بعض المساجد شيء صريح وقالت الشافعية الأفضل أن يكون الاعتكاف في المسجد الجامع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتكف في المسجد الجامع ولأن الجماعة في صلواته أكثر ولا يعتكف في غيره إذا تخلل وقت الاعتكاف صلاة جمعة حتى لا تفوته وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة يعني الخلاف في المسجد الذي يعتكف فيه هل يعتكف في كل مسجد حتى وإن كانت لا تصلى فيه الجمعة فالأولى أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة يصلى فيه الصلاوات الخمس وتقام فيه الجمعة حتى لا يحتاج إلى أن يخرج إلى الجمعة فيصلي في مسجد آخر ثم يرجع إلى معتكفه فالأفضل أن يصلي في المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة وللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو صحنه يعني إذا كان المئذنة لها باب إلى المسجد فتكون من المسجد أما إذا كان بابها خارج المسجد يعني من خارج المسجد فلا يخرج للأذان فيها فللمعتكف أن يؤذن في المئذنة إذا كان بابها إلى المسجد لأنها إذا كان بابها إلى المسجد تكون من المسجد إذا كان بابها خارج المسجد ما تكونش من المسجد فللمعتكف أن يباح له أن يؤذن في المئذنة إن كان بابها في المسجد أو صحنه ويصعد على ظهر المسجد لأن كل ذلك من المسجد كل ذلك من المسجد فإن كان باب المئذنة خارج المسجد بطل اعتكافه إن تعمد ذلك ورحبة المسجد منه عند الحنفية والشافعية ورواية عن أحمد وعن مالك ورواية عن أحمد أنها ليست منه فليس للمعتكف أن يخرج إليها يعني رحبة المسجد المكان الفسيحي لحول المسجد هو من المسجد أو ليس من المسجد إن كان في صور خارجي محيط بها فتكون من المسجد لأنها تضم إلى المسجد ويصلى فيها إذا ازدحم الناس أما إذا لم يكن لها صور يحيط بها في الخارج فهي ليست من المسجد وجمهور العلماء على أن المرأة لا يصح لها أن تعتكف في مسجد بيتها لأن مسجد البيت لا يطلق عليه اسم مسجد ولا خلافة في جواز بيعه وقد صح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اعتكفنا في المسجد النبوي يعني إذا كانت المرأة جعلة مكان في البيت عملا مسجد بتصلي فيه يعني مصلى لها تصلي فيه الصلاة فما ينفعش لا يصح أن تعتكف فيه لأن الاعتكاف يكون في المساجد ولأنه يجوز بيعه والمسجد لا يجوز بيعه ولأنه يجوز أن تمكث فيه الحائط والنفساء والمسجد ليس كذلك صوم المعتكف يعني هل يشترط للمعتكف أن يكون صائما أو هناك ربط بين الصيام والاعتكاف المعتكف إن صام فحسن يعني ده في غير العشر الأواخر طبعا إذا كان بيعتكف في غير رمضان إن صام فحسن وإن لم يصم فلا شيء عليه روى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام فقال أوفي بنذرك ففي أمر رسول الله سعى سلم له بالوفاء بالنذر دليل على أن الصوم ليس شرطا في صحة الاعتكاف إذ أنه لا يصح الصيام في الليل ولوى سعيد بن منصور عن أبي سهل قال كان على امرأة من أهل اعتكاف فسألت عمر بن عبد العزيز فقال ليس عليها الصيام إلا أن تجعله على نفسها فقال الزهري لا اعتكاف إلا بصوم فقال له عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قال فعن أبي بكر قال لا قال فعن عمر قال لا قال وأظنه قال وعن عثمان قال لا فخرجت من عنده فلقيت عطاء وطاوسا فسألتهما فقال طاوس كان فلان لا يرى عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها وقال عطاء ليس عليها صياما إلا أن تجعله على نفسها يعني هذا دليل على أنه ليس هناك ارتباط بين الصيام وبين الاعتكاف إنما الارتباط ورد في الذهن لأن الاعتكاف يكون في رمضان اللي هو الاعتكاف السني اللي هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون في العشر الأواخر وهذا يكون الإنسان فيه صائما فتعلق بالذهن أنه لا بد أن يكون هناك صيام في الاعتكاف إذا كان في غير رمضان والصحيح أنه ليس هناك ارتباط بين الصيام والاعتكاف قال الخطاب وقد اختلف الناس في هذا فقال حسن البصري إن اعتكف من غير صيام أجزاء وإليه ذهب الشافعي وروي عن علي وابن مسعود أنهما قال إن شاء صام وإن شاء أفطر وقال الأوزعي ومالك لا اعتكاف إلا بصوم وهو مذهب أهل الرأي وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعائشة وهو قول سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والزهري والصحيح أنه ليس هناك علاقة بين الصيام والاعتكاف وقت دخول الاعتكاف والخروج منه الاعتكاف المندوب ليس له وقت محدد ليس له وقت محدد يعني اللي هو اللي بيعتكف يوم بيعتكف ليلة بيعتكف ساعة هذا ليس له وقت محدد فمتى دخل المعتكف فمتى دخل المعتكف المسجد ونوى التقرب إلى الله بالمكثفي صار معتكفا حتى يخرج فإنه اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس فعند البخاري عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتكفه فمعناه أنه كان يدخل المكان الذي أعده للاعتكاف في المسجد أما وقت دخول المسجد للاعتكاف فكان أول الليل يبقى هو بيدخل قبل الغروب لكن كان بيدخل الخباء بعد الفجر إنما بيدخل المسجد وأنوى الاعتكاف قبل غروب شمس العشرين من رمضان ومن اعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يخرج بعد غروب الشمس آخر يوم من الشهر عند غروب آخر يوم من الشهر غروب شمس آخر يوم من شهر رمضان يخرج من الاعتكاف وهذا عند أبي حنيفة والشافعي وقال مالك أحمد إن خرج بعد غروب الشمس أجزاءه والمستحب عندهما أن يبقى في المسجد حتى يخرج إلى صلاة العيد حتى يخرج إلى صلاة العيد والصحيح الأول أنه إلى غروب الشمس وروا الأثرم بإسناده عن أبي أيوب عن أبي قلابة أنه كان يبيت في المسجد ليلة الفطر ثم يغضو كما هو إلى العيد وكان يعني في اعتكافها لا يلقى له حصير ولا مصلى يجلس عليه كان يجلس كأنه بعض القوم قال فأتيته في يوم الفطر فإذا هو في حجره جويرية مزينة ما ظننتها إلا وعض بناته فإذا هي أمى له فأعتقها وغدا كما هو إلى العيد وقال إبراهيم كانوا يحبون لمن اعتكف العشر الأواخر من رمضان أن يبيت ليلة الفطر في المسجد ثم يغضو إلى المصلى من المسجد ومن نذر اعتكاف يوم أو أيام مسمى وأراد ذلك تطوعا فإنه يدخل في اعتكافه قبل أن يتبين له طلوع الفجر ويخرج إذا غاب جميع قرص الشمس إذا نوى أن يعتكف يوم في يوم وفي ليلة وفي يوم وليلة إذا أراد أن يعتكف يوم يبقى يدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب إذا أراد أن يعتكف ليلة يبقى يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر إذا أراد أن يعتكف يوم وليلة فيدخل قبل الغروب ويخرج قبل الغروب ويخرج بعد الغروب يعني يدخل قبل الغروب الشمس وفي اليوم الثاني يخرج بعد الغروب يكيد اعتكف يوم وليلة أما الليلة إذا أراد أن يعتكف ليلة يدخل قبل الغروب ويخرج بعد الفجر إذا أراد أن يعتكف يوم يدخل قبل الفجر ويخرج بعد الغروب أما العشر الأواخر فكما ذكرنا يدخل قبل غروب شمس يوم العشرين من رمضان ويخرج بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان كان بعض السلف يخرج من المسجد إلى صلاة العيد ويبيت ليلة الفطر في المسجد لكنها ليست داخلة في اعتكاف العشر الأواخر من رمضان فإذا غروت الشمس خرج أجزاءه ذلك فإن نذر اعتكاف شهر أو أراده تطوعا فما بدأ الشهر من أول ليلة منه فيدخل قبل أن يتم غروب جميع كرس الشمس ويخرج إذا غابت الشمس كلها من آخر الشهر سواء رمضان أو غيره ما يستحب للمعتكف وما يكره لك يستحب للمعتكف أن يكثر من نوافل العبادات ويشغل نفسه بالصلاة وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء ونحو ذلك من الطاعات التي تقرب إلى الله تعالى وتصل المرء بخالقه جل ذكره ومما يدخل في هذا الباب دراسة العلم واستذكار كتب التفسير والحديث وقراءة سير الأنبياء والصالحين وغيرها من كتب الفقه والدين ويستحب له أن يتخذ خباء في صحن المسجد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس يستغلون هذا الوقت في طاعة الله سواء كان في الصلاة أو قراءة القرآن أو الدعاء أو الذكر أو الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو دراسة كتب العلم أو تدريس هذه الكتب فيشغل نفسه بهذا وليس بالقيل والقال والأحاديث الجانبية وغير ذلك من الأمور التي تخرج عن القصد الذي دخل لأجله وهو أن يطيع الله سبحانه وتعالى وتعبد لله عز وجل وينقطع عن الناس ويكره له أن يشغل نفسه بما لا يعنيه من قول أو عمل لما رأه الترمذي وابن ماجع عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ويكره له الإمساك عن الكلام ظنا منه أن ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل أن يقعد ما يتكلمش خالص فقد رأوا البخاري وأبو داود وابن ماجع عن ابن عباس قال بيّن النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه ولوى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى بعد احتلام يعني لا يسمى الإنسان يتيما بعد أن يبلغ الحلم ولا صمات يعني سكوت يوم كامل ينبغي العبد أن يتكلم أن يسبح أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن يدعو إلى الله عز وجل أن يقرأ القرآن يعني أن يتكلم مع الناس فيما يباح من الكلام ما يباح للمعتكف يباح للمعتكف خروجه من معتكفه لتوديع أهله يعني إذا جاءت زوجات تزور في المعتكف يجوز أن يمشي معها إلى البيت يوصلها إلى البيت قال الصفية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت أزوره ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبته فقام معي ليقلبني يعني يوصلها إلى البيت وكان مسكنها في دار أسامة بن زين فمر رجلان من الأنصار فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية بنت حيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال شرا رواه البخاري ومسلم يعني لما جاءته صفية رضي الله عنها تزوره خارج النبي صلى الله عليه وسلم معها ليقلبها يوصلها إلى البيت فلما رأى الرجلان نبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رأى أسرعا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال على رسلكما إنها صفية إنها صفية قال سبحان الله يا رسول الله يعني نحن لا يمكن أن يذهب ذهننا إلى شيء آخر فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وهذا فيه أن الإنسان ينبغي أن يبعد الشبهة والتهمة عن نفسه وأن يوضح أمره للناس ولا يترك الناس يعني يتلتبس عليها أموره بحيث يتهمونه في دينه والأمر الثاني خشية الإمام على الرعية من أن يلحقهم العذاب فيرشدهم إلى ما فيه الصلاح ويفعل لهم ما فيه صلاحهم فأنا بالسلام قال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيته أن يقذف في قلوبكم شيئا أو قال شرا وهذا فيه حرص الإمام على الرعية وعمل الإمام لمصلحة الرعية ترجيل شعره يعني أنه يسرح شعره وحلق رأسه وتقليم أظفاره وتنظيف البدن من الشعث والدرن ولبس أحسن الثياب والتطيب بالطيب كل هذا يجوز للمعتكف قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون معتكفا في المسجد فيناولني رأسه في خلل الحجرة فأغسل رأسه وقال مسدد فأرجله وأنا حارت يعني الحجرة حجرة عائشة رضي الله عنها لها باب إلى المسجد كان لها باب إلى المسجد فالنبي السلام يكون معتكف في المسجد بجوار الحجرة بجوار حجرته فيمد رأسه إلى داخل الحجرة فتغسل رأسه وترجله ترجل شعره صلى الله عليه وآله وسلم وهذا فيه أن إخراج جزء من المعتكف خارج المسجد لا يعني أنه خرج من المسجد الخروج للحاجة التي لا بد منها أي جزء المعتكف أن يخرج للحاجة التي لا بد منها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان إلا لحاجة الإنسان رواه البخاري ومسلم وغيرهما وقال ابن المنذر أجمع العلماء على أن للمعتكف أن يخرج من معتكفه للغائة والبول لأن المساجد لا تصلح لشيء من هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قام إليه فقال إن هذه البيوت لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر وإنما بنيت لذكر الله وللصلاة وإقراءة القرآن ويبقى بالإجماع أن دورة المياه ليست من المسجد أن دورة المياه بالإجماع ليست من المسجد فالإنسان يخرج لحاجته من الغائط والبول لأن هذا مما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد وفي معناه الحاجة إلى المأكول والمشروب يحتاج إلى طعام وشراب ولا يجد أحد يأتيه بطعامه وشرابه يخرج هو يأتي بالطعام والشراب إذا لم يكن له من يأتيه به فله الخروج إليه وإن بغته القيء فله أن يخرج ليقيء خارج المسجد إن ذرعه القيء له أن يخرج ليقيء خارج المسجد وكل ما لا بد منه ولا يمكن فعله في المسجد فلو خروج إليه ولا يفسد اعتكافه ما لم يطل ومثل هذا الخروج للغسل من الجنابة وتطهير البدن والثوب من النجاسة هذا كله يجوز له أن يخرج من المسجد لأجله وروا سعيد بن منصور قال قال علي بن أبي طالب إذا اعتكف الرجل فليشهد الجمعة وليحضر الجنازة وليعود المريض وليأتي أهله يأمرهم بحاجته وهو قائل وأعانى رضي الله عنه ابن أخته بسبعمائة درهم من عطائه أن يشتري بها قادما فقال إن كنت معتكفا إني كنت معتكفا فقال له علي وما عليك لو خرجت إلى السوق فابتعت وعن قتاد أنه كان يرخص للمعتكف أن يتبع الجنازة ويعود المريض ولا يجلس وقال إبراهيم النقعي كانوا يستحبون للمعتكف أن يشترط هذه الخصال وهن له وإن لم يشترط عيادة المريض ولا يدخل سقفا ويأتي الجمعة ويجهد الجنازة ويخرج إلى الحاجة قال ولا يدخل المعتكف سقيفة إلا لحاجة يعني لا يدخل بيت مسؤوف إلا لحاجة قال الخطبي وقال الطائفة للمعتكف أن يشهد الجمعة ويعود المريض ويشهد الجنازة وروي ذلك عن علي رضي الله عنه وقول سعيد بن جبير والحسن البصري والنقعي وروى أبو داود عن عائشة أن بالسلم كان يمر بالمريض وهو معتكف فيمر كما هو ولا يعرج يسأل عنه وما روي عنها أن من السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا فمعنى أن لا يخرج من معتك فيه قاصدا عيادته وأنه لا يضيق عليه أن يمر به فيسأل غير معرج عليه يعني إحنا قلنا أنه يخرج لحكته معتكف من قضاء الحاجة أو من الاتيان بطعامي وشرابي إذا لم يكن أحد يعني يأتي به أن يقلب أهله إذا جاءوا لزيارته وهذه هي الأشياء التي يفعلها أما بقية الأشياء من عيادة المريض واتباع الجنازة فإنهم اشترطوا أن يكون في المسجد الجامع حتى لا يخرج لصلاة الجمعة فإذن هذه الأشياء ليست عليه هذه الأشياء ليست عليه لكن إذا كان في الطريق إذا كان في الطريق يقلب أهله أو يشتري حاجته التي لابد له منها من الطعام والشراب ومر ببيت مريض أنه يسأل عنه دون أن يدخل ودون أن يمكس عنده وإنما يسأل عنه من على الباب وهو ليس قاصدا لعيادة المريض وإنما كان قاصد لشيء مباح وهو شراء الطعام أو توصيل أهله إلى البيت فإذا مر ببيت مريض جاز له أن يسأل عنه وأما ما سوى ذلك من الأشياء فإن هذا يؤدي إلى توسع يخرج عن مقصود الاعتكث الأمر الرابع له أن يأكل ويشرب في المسجد وينام فيه مع المحافظة على نظافة المسجد لأن تطيب المسجد وتطهيره طاعة وعبادة لله سبحانه وتعالي وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود والنبي السلام يعني لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد أمر الصحابة فاصطفوا خلفه وقام على قبرها فكبر عليها أربعا وهذا فيه يعني العناية بتطهير المسجد وتطيبه وجعله على أحسن هيئة وجعله على أحسن هيئة فإذا كنا بنأكله نشرب في المسجد والنام فلابد من العناية بالمسجد ألا تكون فيه روائح الكريهة لأن النبي السلام منع من يأكل ثوما أو بصلا من أن يأتي إلى المسجد من أكل ثوما أو بصلا أو كراثا فلا يأتي مسجدنا وليصلي في بيته وذلك منعا للروائح الكريهة كيف نحن نولد الروائح الكريهة من فضلات الطعام ومن أماكن النوم والنفس وغير ذلك لابد من تهوية المسجد لابد من تعطير المسجد وتطيبه وتنظيف المسجد وجعله على هيئة بعض حاجياته مرمية في المسجد الخباءات شكلها غير جيد أماكن النوم غير جيدة بقايا الطعام موجودة في الآنية في كل المسجد فهذا أشياء منفرة هذه أشياء منفرة وتتنافى مع ما أمر الله سبحانه وتعالى به من تطيب المساجد وتطهير المساجد وجعله على أحسن هذه فلابد كنا نأكل ونشرب النوم في المسجد لكن المحافظة على نظافة المسجد وصيانته وله أن يعقد فيه العقود كعقد النكاح ما يبطل الاعتكاف يبطل الاعتكاف بفعل شيء مما يأتي الأول الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل فإنه يفوت المكث فيه وهو ركن من أركانه المكث في المسجد ركن من أركان الاعتكاف فإذا خرج لغير حاجة عمدا بطل الاعتكاف الردة يعني الكفر لمنافاتها للعبادة ولقول الله تعالى لئن أشركت لأحبطن عملك ذهاب العقل بجنون أو سكر الحيض والنفاس دفوات شرط الطهارة من الحيض والنفاس يبقى ذهاب العقل بجنون أو سكر والحيض والنفاس هذا أيضا يبطل الاعتكاف الوقت لقول تعالى ولا تقربوهن وأنتم عاكفون في المسارد تلك حدود الله فلا تقربوها ولا بأس بالنمس بدون شهوة يعني أن يصافح زوجته أن يربط على كتفها أن يقبلها قبلة الرحمة في جبهتها أو شيء من هذا فإن هذا لا ينقض الاعتكاف لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمد رأسه إلى عائشة كانت تغسي الرأسه وترجله وهذا فيه لمس هذا فيه لمس لكن هذا ليس بشهوة وبالتالي هذا لا ينقض الاعتكاف ولا يبطله قال أبو حنيفة وأحمد أما القبلة واللمس بشهوة فقد قال أبو حنيفة وأحمد قد أساء لأنه قد أتى بما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه إلا أن ينزل وقال مالك يفسد اعتكافه لأنها مباشرة محرمة فتفسد كما لو أنزل وعن الشافعير ويتيني كالمذهبين قال ابن رجد وسبب اختلافهم هل الاسم المشترك بين الحقيقة والمجاز له عموم أم لا وهو أحد أنواع الاسم المشترك المشترك هنا ولا تباشرهن هذا لفظ مشترك يعني هو المقصود به الجماع والمباشرة لمس أيضا مباشرة اللمس أيضا فهو اللفظ مشترك ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد يطلق على الجماع وعلى ما دونه ومن لم يرى له عموما يعني لللفظ المشترك وهو الأشهر الأكثر قال يدل إما على الجماع وإما على ما دون الجماع فإذا قلنا أنه يدل على الجماع بإجماع العلماء بطل أن يدل على غير الجماع لأن الاسم الواحد لا يدل على الحقيقة والمجاز معا ومن أجر الإنزال بمنزلة الوقاع فلأنه في معناه ومن خالف فلأنه لا يطلق عليه الاسم حقيقة يعني فيكون هذا الجماع فقط سوى الذي يبطل الاعتكاف أو اللمس بشهوة إلى الإنزال قضاء الاعتكاف من شرع في الاعتكاف متطوعا ثم قطعه استحب له قضاء وقيل يجب قال الترمذي واختلف أهل العلم في المعتكف إذا قطع اعتكافه قبل أن يتمه على ما نوى فقال مالك إذا انقض اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث أن نبيس سلم خرج من اعتكافه فاعتكف عشرا من شواء وقال الشافعي إن لم يكن عليه نذر اعتكاف أو شيء أو جبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه قضاء إلا أن يحب ذلك اختيارا منه قال الشافعي وكل عمل لك ألا تدخل فيه فإذا دخلت فيه وخرجت منه فليس عليك أن تقضي إلا الحج والعمره هذا هو الصحيح إذا الإنسان دخل للاعتكاف وخرج منه فليس عليه أن يقضيه مشواجب لكن يستحب له لأن نبيس سلم لما فاتته العشر الأواخر من رمضان في الاعتكاف قضاها في العشر الأول من شواء هذا يستحب لكنه ليس بواجب إلا أن يكون نذرا فإذا كان نذر فإنه يجب عليه القضاء وكل عمل من النوافل دخلت فيه بإرادتك تستطيع أن تخرج منه إلا الحج والعمره إذا دخلت فيه لا تستطيع أن تخرج منه حتى تتمه أما من نذر أن يعتكف يوما أو أياما ثم شرع فيه وأفسده وجب عليه قضاءه متى قدر عليه باتفاق الآئمة فإن مات قبل أن يقضي لا يقضى عنه وعن أحمد أنه يجب على وليه أن يقضي عنه ذلك روى عبد الرزاق عن عبد الكريم بن أمية قال سمعت عبد الله بن عبد الله بن عتبة يقول إن أمنا ماتت وعليها اعتكاف فسألت ابن عباس فقال اعتكف عنها وصم وروا سعيد بن منصور أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعد ما مات المعتكف يلزم مكانا من المسجد وينصب فيه الخيمة روى ابن ماجة عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان قال نافع وقد أراني عبد الله بن عمر المكان الذي كان يعتكف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف طرح له فراش أو يوضع له سرير وراء استوانة التوبة استوانة هي عمود بأحد أعمدة المسجد وهي الاستوانة التي ربط فيها رجل من الصحابة ربط فيها رجل من الصحابة نفسه حتى تاب الله سبحانه تعالى عليه يعني يستحب أن يكون له خباء وأن يأتي بفراش ينام عليه وروي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في قبة تركية على سدتها قطعة حصير يعني على فتحتها قطعة حصير يعني لها باب يعني عمل قبة يعني خيمة وجعل على سدتها قطعة حصير يعني باب من حصير نذر الاعتكاف في مسجد معين من نذر الاعتكاف في المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو المسجد الأقصى واجب عليه الوفاء بنذريه في المسجد الذي عينه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا أما إذا نذر الاعتكاف في غير هذه المساجد الثلاثة فلا يجب عليه الاعتكاف في المسجد الذي عينه وعليه أن يعتكف في أي مسجد شاء لأن الله تعالى لم يجعل لعبادته مكانا معينة ولأنه لا فضل لمسجد من المساجد على مسجد آخر إلا المساجد الثلاثة فقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من صلاة في مسجدي هذا بمئة صلاة يعني فيكون بمئة ألف وإذا نذر الاعتكاف في المسجد النبوي جاز له أن يعتكف في المسجد الحرام لأنه أفضل منه هذا آخر يعني كتاب الاعتكاف هذا يكون انتهينا من الكلام على الصيام والاعتكاف سأل الله سبحانه تعالى أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يوفقنا لطاعتي وأن يتقبلها منا وأقول قولي هذا وأستغفر الله ديواني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين